موجبات الغسل متى يجب الغسل أنا أعرف أخواني نعم يا أخواني خروج المني دفقاً بلذة يخرج عن شهوة ودفقاً يخرج يعني بشدة ويحصل في الغالب فتور للبدل نعم خرج بهذا ما لو خرج بغير لذة ولم يخرج دفقاً نزل منه مني مثلاً توضى اقتسل نزل منه المني دفقاً بلذة اقتسل وبعد الاقتسال نزل شيء من المني من ذكره ماذا يصنع يتوضى لأنه خارج من السبيلين الآن أصبح خارج من السبيلين موجب للوضوء هل هو موجب الاقتسال هنا لا لأنه لم يخرج دفقاً بلذة مريض ويخرج منه المني بدون لذة ولم يخرج دفقاً فهذا عليه ماذا الوضوء فتح الله عليك هذا الأول التقال ختانين الحائض والنفساء إذا طهرت نعم إسلام الكافر والموت يا أخي الموت نعم فإذا ما تنسى نغسله سبحان الله عيد من جديد الآن خروج المني دفقاً بلذة التقال ختانين ما أحد يكلم أخوان إسلام الكافر والطهارة من الحيض والنفاس والموت غير الشهيد ها نعم إن شاء الله يكتب لي ولكم الشهادة نعم شهادة حق لا يسعد زور نعم طيب